نتكلم شوية في آخر الأخبار ونكمل مباراة تنبارح أمام النجوم اللي أنا شايف طبعا فيها الإيجابيات أن مران محسن بيكمل سيناريو التهديف أربع أهداف في ثلاث لقاءات كمان مؤمن زكريا بيعود إلى التهديف حتى لو هدف عادي والاحتفال بعض الناس بتتكلم أنه هو احتفال مبالغ فيه لكن أنتو مش حاطين نفسكم مكان اللعيب اللعيب آخر هدف أحرزه كان في شهر يناير الماضي بقاله فترة كبيرة جدا بعيد عن التهديف بعيد عن الفريق الأول وبالتالي لما يكون موجود في وقت مهم زي ده في بعض الغيابات في بعض القصور في الفريق من إصابات من عدم توفيق من خروج من بطولة أفريقيا وعدم التتويق ترقمات 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 وبالتالي هدف مهم من لاعب مهم زي مؤمن زكريا معودنا دايما على الهداف معودنا دايما على أنه يتعلق مع الفريق الأول دي حاجة نفسية ومعنوية مهمة جدا 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 بالنسبة للاعب كرة القدم مؤمن زكريا أكيد مش يكون موجود مع الناد الأهلي في مباراة جيمة أبا جفارة ألي إثيوبي في دور الـ 32 في المباراة اللي هتقام في إثيوبيا ودي هتكون يوم الحد بعد ما فريق جيمة أبا جفارة أجل اللقاء 48 ساعة وبالتالي أربك كل الحسابات اللي موجودة في جدول الدوري الناد الأهلي عنده لقاء يوم 26 على ما أعتقد وعلى ما تذكر مع الدخلية لكن أعتقد أن الناد الأهلي اللقاء هيتأجل بسبب تأجيل المباراة في بطولة أفريقيا لكن من حق النادي الأثيوبي أنه هو يأجل المباراة بيبع عنده ثلاثة أيام جمعة وسبت وحد بيختار منهم أي يوم يتناسب مع الفريق وبالتالي الفريق اتأجل سفره من الأربع إلى يوم الخميس علشان يسفر إن شاء الله بالسلامة ويوصل لأثيوبيا ويستعد إن شاء الله للمباراة مباراة هتكون مهمة مباراة إن شاء الله أكيد كلنا هنتبعها وهيكون معكم لحظة بلحظة أكيد على قناة الأهلي لكن زي ما أنتم عارفين إن القايمة النادي الأهلي اللي كانت موجودة أصلا